أكد العقيدة الشيخ عبد الرحمن من عبد الوهاب الخليفة المدير العام لإدارة العامة للمرور أن كاميرات المراقبة السرعة ساهمت بشكل كبير في انخفاض عدد الحوادث على الشوارع الرئيسية ما أثبت نجاح الاستراتيجية التي تتبعها الإدارة من جانب آخر أعلن المدير العام لإدارة العامة للمرور عن حملة تعوية حول أهمية المربع الأصفر مشيرا إلى أن الإدارة ستقوم بعد ذلك بمرمجة كاميرات المراقبة لرصد مخالفات السائقين في هذا الشأن الاستراتيجية وضعت من السنة التي فاتت من اليوم بعد صدار القانون المرور الجديد جاء توجيه واضح من قبل معالي وزير الداخلية بتنفيذ القانون المرور وتوصيله إلى أكبر شريحة من مستخدمين الطريق فتم النزول بحملات إعلانية والقيام بحملات مرورية لتنفيذ قانون المرور الجديد انعكست في السنة اللي مضت 2016 بتخفيف وانخفاض في عدد حوادث الوفيات إلى تقريبا 47% من كنا تقريبا 76 حادث إلى تقريبا 48 حادث وفا وزاد الانضباط في الشارع بمعدل تقريبا 50% الكاميرات الجديدة وضعتها برمجة على حدود السرعة في شوارع المملكة الكاميرات موجودة 24 ساعة ما تميز بين أي سيارة وسيارة أدت تركيب الكاميرات ووضوحها وتواجدها بشكل واضح بالوجود لعلانات على الشارع أدى إلى انخفاض السرعات على الشارع كنا في السابق نلاقي سرعات فوق 150 تقريبا في عدد كبير من السيارات اليوم انخفضت السرع في الشوارع الرئيسية إلى نسبة كبيرة ودليلنا انعكاس أن الحوادث الوفيات والحوادث الإصابات انتقلت من الشوارع الرئيسية إلى الشوارع الفرعية فلله الحمد الكاميرات أدت دورها وانخفضت الحوادث الرئيسية بشكل كبير بخصوص المربع الأصفر عشرت أنا في السابق أنه بننزل حمله قوية توضح ما هو المربع الأصفر وتنبر مجة الكاميرات الجديدة إلى رصد المخالفات المربع الأصفر بس قبل أن نرصد المخالفات بالكاميرات نريد أن نتأكد أن أكبر شريحة من المستخدمين الطريق على علم بمفهوم المربع الأصفر ودور المربع الأصفر في تخفيص الزدحام على الشوارع الرئيسية اشتركوا في القناة